يو هلو والله بالجميع معاكم الوجيه كافحاكم الجماعة ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية اليوم راح نتكلم عن واحد من اشهر الوجوه على الاطلاق في عالم هوليوود مؤسس نادي اي هييت ريتشل ومؤسس نادي القتال او فايت كلاب واضح ان الولد خبير في تعسيس الانديم وش بس التمثيل صحيح انه ما عندي ممثل مفضل في عالم الافلام عندي مجموعة كثيرة من الممثلين المفضلين ولكن هذا الممثل بالتحديد واحد من اكثر الممثلين اللي احترمهم جدا ودائما انتظر جديدهم ودوره في فيلم ذا كيوريس كيس اوف بينجي من بوتن راح يظل واحد من اجمل الادوار اللي قدمها في مسيرة المهنية على الاقل بالنسبة لي واضح اني من راحب هذا الفيلم صح دايما اطبل له بس لحكيلكم انا واحمد عسيري هذا الفيلم نقدسه بشكل مجنون عموما عزيزي الوجيه اليوم راح نتكلم عن ويليام برادلي بيت او مثل ما عرفناه براد بيت قبل ما نبدأ الفيديو يا جماعة ممكن يعني اذا تكرمتم ما تنسوا انكم تعملوا لايك لو عجبكم الفيديو طبعا لان نصدقوني لما تعملون لايك انتم جلسين تدعمون القناة دعم ما بعدوا دعم على الاطلاق ولما تضغط لايك مو معناته اننا نسعة لتفجير سيرفرات اليوتيوب معناته ان الفيديو بيوصل لناس جديدة ويصير عندنا متابعين جدد ويصير في وجهاء جدد وتكبر اسرتنا وكذا فهمتوا كيفا يب لا تنسوا اللايك لو عجبكم الفيديو وليتس جت ستارتد وليام برادلي بيت موثل ومنتج افلام امريكي من موليد سنة 1963 بمعنى ان عمره الى تاريخ هذا الفيديو هو 56 سنة بالله يا جماعة هذا شكل واحد عمره 56 سنة اجل انا كم سبعين براد بيت اصغر مني شكليا بسم الله بسم الله ما شاء الله عليك يا براد بيت العاد يصير فيه شيء وتقولون يا جيه كله منك حاسب يضعلك مالي شغل اوه قلت ما شاء الله براد بيت يا جماعة ربه في اسرة مسيحية محافظة تماما ولكنه اعلن رسميا انه الاديان لا تعني له شيء على الاطلاق وانه حاليا حيران وتائه في معضلة الوجود وجالس يتمرجح ما بين الالحاد واللا ادرية في كل الحالتين ملحد ولا لا ادري الرجل لا يؤمن باي دين او اي عقيدة على الاطلاق في العام 1995 والعام 1997 تم اختيار براد بيت ضمن اكثر الرجال وسامة في تاريخ السينما في اكثر من مجلة براد بيت يا جماعة عنده اثنين اخوان اصغر منه اخوها التاجر والمستثمر في عالم الاعمال دوغلاس بيت واخته جولي بيت اللي ما دريش وظيفتها صراحة شدرون عاد يا جماعة انه براد بيت كان مرشح لبطولة سلسلة دي ميتريكس اللي بدأت عام 1999 ولكن بطريقة ما الدور راح للممثل كيانو ريفز يعني ما اتوقع انه كنا ما ادري تحس انه لايك ما اتوقع انه كان بي وكي هو ممثل بس ما ادري يمكن كان بيزبط اعمو مرح احد دور لك يا نوريفز وخلاص عزيز الوجيه اذا يوم من الايام شفت سيارة كورولا قدامك تويوتا كورولا احنا نقولها كورولا 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 ايا كان اذا شفتها قدامك تذكر انه براد بيت في يوم ما ساهم في نشر شعبية هذه السيارة وخلى الناس كلهم يحبوها يب ام نوت جوكينج في سنة من السنوات تويوتا استخدمت براد بيت في اعلان لسيارة كورولا ومن يومها ارتفعت شعبية سيارة كورولا حول العالم وزاد الطلب عليها واضطرت تويوتا انها تزيد من انتاج السيارة هذه بشكل كبير والناس كمان عجبتهم سيارة كورولا سيارة صغيرة عملية وسعرها مناسب وكمان براد بيت معلن لها احبيبي اشتبه اكتر من كذا ايا براد بيت نشر سيارة كورولا حول العالم لانه ظهر فيها فعلا واحد ابوه ويليام الفن بيت كان يشتغل او كان يملك شركة نقل وشحن وامه جين ايتا بيت كانت تشتغل كمستشارة مدرسية and guess what امه وابوه ما هم منفصلين ياس انجاز جديد يسجل في قناة الوجيه سمعوني صوت التصفيق تصفيق لو سمحتم تصفيق لازجازين تحتفلوا يا وجيه شا السالفة ام وابوه ما انفصلوا يعني اش فيه انت شكلك مو متابع سلسلة قصص الممثلين تابعها وراح تعرف اما بالنسبة لحياته الزوجية في العام 1996 قدم براد بيت لخطبة الممثلة جوينيت بالترو ولكن ما حصلش ينصيب وانفصلوا وبعدها بسنتين وبالتحديد في العام 1998 قابل براد بيت مع الممثلة الجميلة جينيفر انستون ووقعوا في حبي بعضهم والبعض وكانت علاقتهم من اروع ما يكون وبعدها بسنتين وبالتحديد في العام 2000 تزوجوا رسميا وكلفهم زواجهم بس مليون دولار مليون دولار بسيطة يا رجل ترى مليون دولار هذه يصرفوها في الويكند انا وانت موضوعنا ثاني عادي مليون دولار مبلغ تافح عندهم المهم يا جماعة جينيفر وبراد عاشوا في سبت ونبات بس ما خلفوش صبيان ولا قابوا بنات وفي العام 2005 وبشكل مفاجئ بدأ براد بيت وجينيفر باجراءات طلاقهم وانفصالهم ايش في يا جماعة ما كنتم مبسوطين لمدة خمس سنوات براد بيت يرد ويقول علاقتنا غير متزنة ويبدو اننا مو قادرين ننسجن بالشكل المطلوب وينتهي زواجهم رسميا في العام 2005 وسبهان الله بقدرة قادر في نفس السنة اللي اطلقوا فيها هذول الاثنين في نفس السنة اللي قال فيها براد بيت انه ما كان مرتاح ومو قادر ينسجن مع جينيفر في نفس السنة هذه ظهرت انجلينا جولي في حياة براد بيت كحبيبة جديدة وبالتحديد بعد مشاركتها مع براد بيت في فيلم مستر عند ميس سميث في نفس السنة عام 2005 ووقعوا في حبي بعضهم البعض ام مي الصدفة اين هي الحقيقة الغايبة هل كانت بنت جولي هي السبب في انفصال براد بيت عن زوجته جينيفر ربما وربما لا الله اعلم البيوت اسرار نبشنا ام بيوتهم وقال لك البيوت اسرار في العام 2006 انجلينا جولي حملت باول طفل لها من براد بيت لسه ما تزوجوا وقتها حركات كفارة اشعرفكم انتم وبعدها خلفوا اثنين اطفال كمان وصار عندهم ثلاثة اطفال منهم وفيهم وثلاثة اطفال ثانين بالتبني وتخيلوا ان اخر طفلين كانوا توأم والتوأم هذولي لما خرجوا من رحم انجلينا جولي عملوا ضجة في ارجاء العالم الكل يبغى يشوفهم الكل يبغى يعرف كيف شكلهم وفي نفس هذه الفترة انبعت صورة التوأم الاولى والحصرية لمجلة بيبل ومجلة هلال بكم يا وجيه انبعت صورة التوأم ببلاش نو بعشرة دولار عشرة دولار هذه نطلب فيها حجرين معسل في كركر بمية دولار اجل هيل نو اجل بكم مخلص علينا خلاص باربعة عشر مليون دولار هذه اللي قالوا لك فلان يتولدوا في فمه ملعقة ذهب بس هذولي مو ملعقة ذهب فلوس كثير تجيب كيلو ملاعق ذهب وكان هذا اعلى مبلغ بيع صور مشاهير على الاطلاق الزبدة وبعد ست سنوات تقريبا من علاقتهم الجميلة والمستقرة وبالتحديد في العام 2012 أعلم براد بيت وأنجلينا جولي خطوبتهم للعالم أجمع صح النوم حجي قد معاكم ثلاثة اطفال وثلاثة بالتبني يلا ما علينا وفي العام 2014 يعني بعد سنتين خطوبة أعلنوا زواجهم رسميا ثمان سنوات يقررون هل نتزوج ولا لا دايم دوغ والله يصراح فيه قصة يعني ليش تأخر زواجهم بس يعني أفضل اني ما أقولها عموما يلا على قل تزوجوا وارتاحوا أنه الزواج رابطة مقدسة صعب تتفكك بسهولة ولا كيف ايش قلت بعدها بسنتين يا حبيبي وفي العام 2016 بالتحديد أنجلينا جولي طلبت الطلاق قل لك رابطة مقدسة صعب تتفكك بسهولة هذا الكلام ما هو عند المشاهير يا حبيبي حسنا كذا كل مشهور نتكلم عنه أم وأبوه مفصلين أزبدا يا جماعة أنهم مفصلوا بعد حوالي ثمان سنوات زواج وحاليا وبعد كل السنين هذيك عمو براد بيت وجينيفر كذا بينهم حركات بركات من وراء التليلات إلى أين الله أعلم عموما بالتوفيق يا عم براد ما بقى لك من العمر أكثر من اللي راح عيش ينقل أما الآن سيداتي آنساتي سادتي راح نتكلم عن مسيرة براد بيت في عالم الأفلام وعن أهم أفلامه براد بيت يا جماعة قبل ما يصير نجم معروف كان في فكرة منتشرة عنه إنه مجرد وجه وسيم لا أكثر بمعنى إنه الناس كانوا يعتبرونه أقل من ممثل وإنه نجاحه والزحم اللي هو مسويها معتمدة على وسامته وجمال وجهه فقط الكلام هذا أزعج براد بيت مرة كثير ولكنه ما كسروا أو خلاه يستسلم بل إنه حفزوا إنه يثبت للناس العكس وإنه برضو يقدر يمثلوا عنده إمكانيات كثيرة وأول فيلم من بطولته كان اسمه The Dark Side of the Sun واللي صدر عام 1988 وكان فيلم درامي رومانسي رخيص جدا ياب رخيص جدا توقعت أني بقول حلو لا مو حلو وتوقع بسبب هذا الفيلم السيء والبداية السيئة الناس بدأت تقول عنه أنه مجرد وجه وسيم لا أكثر وتمثيل وفاشل ومن ذا الكلام ولكن مع مرور الوقت بدأت هذه الصورة تتلاشى وبدأ براد بيت يقدم أدوار جدا ممتازة وأفلام ممتازة ومثل مع توم كروز في فيلم Interview with the Vampire اللي صدر عام 1994 كان فيلم جميل للأمانة ومثل برضو مع أنثني هوبكنز في فيلم Legend of the Fall في نفس السنة عام 1994 وكان برضو فيلم جميل للأمانة وحبة حبة بدأ براد بيت يصير انتقايا أكثر وصار يختار أفلامه وأدواره بعناية وفي العام 1995 شارك براد بيت في واحد من أهم الأدوار اللي قدمها في مسيرة المهنية تقدرون تخمنونه إن شاء الفيلم أكيد تخمنته فيلم 7 للمخرج المجنون والعبقري ومثل معاه الممثلين الكبار كيفين سبيسي ومورغين فريمن وفي هذا الفيلم قدم فيه دور محقق ينتقل لمدينة جديدة ويلقى نفسه في مواجهة مجرم غامض وسلسلة جرائم أغمض ينفع نقول أغمض يا جماعة على كل حال الفيلم كان جدا قوي صح إنه كئيب وتعيس ولكنه للآن من أقوى أفلام الجريمة والتحقيق وفي عبارات واقتباسات مخلدة إلى يومنا هذا واللي تابعوا الفيلم أكيد عارفين في واحدة من العبارات في هذا الفيلم مشهورة أكثر من شهرة براد بيت نفسه وتقريبا بعد هذا الفيلم براد بيت رسميا خلاص صورته القديمة عن إنه مجرد وجه وسيم خلاص أصبحت من الماضي وانتقل إلى مستوى جديد وصار ممثل وسيم وكمان ممثل فنان ثنين في واحد مش بس واحد وفي نفس السنة في العام 1995 شارك برضو في فيلم 12 منكي أبا يا جماعة هالفيلم مرة رهيب شوية كورونا على شوية سفر عبر الزمن صراحة فيلم كان مرة واو وقدم في براد بيت دور شخص مختل ومجنون وكان أداؤه للأمانة مرة قوي وغير اعتيادي بكل ما تعنيها الكلمة بل إنه ترشح عن دوره في هذا الفيلم للأوسكار كفضل ممثل مساعد ولكن للأسف ما فاز فيها بعدها شارك في كم فيلم جيدة مثل فيلم سليبرز في عام 1996 وفيلم ميت جوي بلاك في عام 1998 ومشت أمور وكل شي كان بيرفك من نجاح إلى نجاح أما في العام 1999 وصل لبراد بيت واحد من أقوى وأفضل وأجمل وأطلق وأشطح وأنطح أدواره في فيلم فايت كلاب للمخرج العظيم ديفيد فينشر آه يا هذا الفيلم آه في الفيلم دا يا جماعة مجنون فيلم عن النظام العالمي وعن سيطرة الإعلانات على البشر فيلم عن المظاهر الخداعة وعن الحياة الوهمية عن التمرد وعن مواجهة المخاوف فيلم أقل ما يقال عنه إنه مادة وثائقية وتعليمية حرفيا وقدم فيه براد بيت دور شخص غريب أطوار ومختل وغير مبالي بأي شيء إطلاقا واحد من أفلامي المفضلة على الإطلاق هذا الفيلم وتكلمت عنه في القناة بالمناسبة يعني لو تحب تشوف الفيديو تلاقيه في القناة وبعدها في العام 2000 مثل فيه فيلم بريطاني اسمه سناتش للمخرج غاي ريتشي قبل ما نتكلم عن هالفيلم فيه قصة حصلت لبراد بيت بخصوص دوره في هذا الفيلم المخرج غاي ريتشي في عام 1998 أخرج وكتب فيلم أكشن وجريمه وكميديا اسمه لوكستوك أنتو سموكينج بارلز فيلم مرة قوي بالمناسبة تابعوا لو ما تابعتوه المهم براد بيت شاف هذا الفيلم وأعجبه مرة وراح وجلس مع المخرج غاي ريتشي وقال له اسمع عم ريتشي الفيلم الجاي أبغى شارك معاك فيه ممكن المخرج غاي ريتشي واضح أنه بتلش يعني لأنه فيلم الجاي بيكون بريطاني وبراد بيت ما يعرف تكلم باللهجة البريطانية فقال له غاي ريتشي يا عمي أوكي بيعطيك دور شخصية غجرية في الفيلم ودورك بيكون ثانوي أوكي براد بيت قال ديليا مدير أنا معاك ثانوي ولا متوسط وبالفعل شارك براد بيت في هذا الفيلم بدور مقاتل غجري والعجيب أنه أتقن الدور بشكل ماهو طبيعي جدا حتى بالرغم من أنه دوره كان ثانوي وما ظهر بشكل متكرر في الفيلم إلا أنه كان واحد من أقوى عناصر قوة الفيلم وبشكل عام الفيلم مرة ممتع وفيه كمية ضحك يا لطيف مرة لا يفوتكم وفي العام 2001 دخل في سلسلة أوشن اللي استمرت إلى ثلاثة أجزاء وكانت للأمانة سلسلة مرة قوية أو للأمانة ما هي قوية غير الجزء الأول هو اللي كان قوي والجزءين الثاني يعني كانت كويسة تمشي الحال وفكرة سلسلة أوشن بشكل عام تدور حول عالم النصب والسرقة والاحتيال والتخطيط المثالي مش التخطيط حق البروفيسور لا تخطيط ثاني هنا تخطيط مثالي كذا بشكل مختلف وقريب في سنة 2018 نزل جزء جديد من السلسلة ولكن نجومه كانوا من النساء بشكل كامل عكس الجزاء الأولى وكان حلو للأمانة واستمتعت فيه مرة حتى أنه فيه كمية نجوم مرة كبيرة يعني من كثرة النجوم في الفيلم فيه ريانة بتشوف كذا المغنية ريانة معاهم إيش تدور ما أدري بس كذا كل شي جابوا من كل مكان وفي العام 2004 شارك فيه فيلم تروي التاريخي وقدم فيه دور مرة مجنون وبطل ويحكي الفيلم قصة أو ملحمة هوميروس واللي تحكي تفاصيل وأحداث حصار مدينة طروادة برضه تحبوا الأفلام التاريخية والقتالية القديمة لا يفوتكم وفي عام 2005 مثل فيه فيلم مستر أند ميس سميث مع أنجلينا جولي فيلم أكشن كوميدي كله خراط وكذب ولكن الفيلم بطريقة ما نجح مع أنه تقييمه منخفض ولكن نجح يمكن سبب نجاحه لأنه الفيلم كويس يمكن سبب نجاحه لأنه فيه مجزتين في الفيلم أنجلينا جولي وبراد بيت ويمكن لأنه هذا الفيلم جاء عليه كلام كثير زي أنه هذا الفيلم من سبب انفصال براد بيت عن جينيفر بلا 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 أما في العام 2006 شارك فيه فيلم بابل للمخرج أليخاندرو جونزالز فيلم ديرامي تعيس جدا ولكنه للأمانة مرة قوي صراحة تخيلوا أنه في طفلين من المغرب يطلقون طلقة عشوائية علشان يجربون بندقية جديدة والطلقة هذه اللي تم إطلاقها من دولة المغرب تتسبب في مشاكل لناس في اليابان واللي سياح أمريكيين والواحدة مكسيكية كيف شوف بنفسك بس قبل ما تشوفوا ترى الفيلم تعيس فيلم تعيس يجيب النكد هم تشوفوا مرة واحدة والعادة بغتشوفوا مرة ثانية بس أنه قوي وفي العام 2007 شارك في فيلم The Assassination of J.C. جيمز فيلم جيد للأمانة وبراد بيت صرح وقال أنه دوره في هذا الفيلم واحد من أدواره المفضلة واللي حبها جدا والفيلم يحكي قصة حقيقية حصلت في أواخر القرن التاسع عشر عن حياة أحد أكثر المجرمين الأمريكيين شهرة جيسي جيمز وفي عام 2008 آه 2008 عانى وقت والتطبيل في عام 2008 شارك براد بيت للمرة الثالثة مع المخرج ديفيد فينشر في رائعته The Curious Case of Benji من بوتن طبلت لهذا الفيلم كثير أنا عارف ورح أطبل له إلينا قول آمين يا جماعة لازم تشوفون هذا الفيلم أرجوكم مشان الله وبقول لكم قصة بالمختصر لو أنكم ما تعرفوها بنجي من بوتن يا جماعة في هذا الفيلم يولد وهو عجوز ويعيش الحياة بالعكس بدل ما يكبر مع تقدمه في العمر هو جالس يصغر شلون ما أدري كيف أقول لك شوف بنفسك فيلم درامي ورومانسي رح يسحبك من وسط روحك إلى أعمق نقطة في الفيلم فيلم عن الموت عن الحياة عن الحب عن الاشتياق فيلم رح يغير نظرتك للحياة بشكل أو بآخر بعد التطبيل هذا يا جماعة ممكن تتابعوا لو سمحتم ممكن أما في العام 2009 شارك براد بيت بدور المحاربة اليهودي اللي يسعى لتدميرها النازية في فيلم انجلوريوس باستورد للمخرج تارنتينو واحد من أقوى وأكثر الأدوار اللي أحبها برضو لبراد بيت تابعت هذا الفيلم للأمانة ثلاث مرات أو أربع مرات وفي كل مرة أستمتع بنفس القدر وبعدين تارنتينو يا جماعة أنتو كمعان ما يحتاج تبغى يخراج تبغى سينما وفوتوغرافي تبغى أكشن تبغى حوارات تبغى أشلاء ودماء كله موجود في هذا الفيلم وفي عام الفيلم 13 شارك براد بيت في واحد من أقوى أفلام الزومبي في فيلم وورد وارز زيد أو حرب الزومبي العالمية صحيح أنه فيلم عن الزومبي ونهاية العالم وفكرة ما هي جديدة إلى حد ما ولكن هذا الفيلم بالتحديد كان فيه شيء مميز غير عن باقي أفلام الزومبي اللي نعرفها وتعودنا عليها الزومبي في هذا الفيلم أعود بالله منهم أسرع من البوغاتي وصدقني لو أنت عايش في هذا الفيلم الركض لن يفيدك بشيء على الإطلاق ثاني شيء يشوفوه بنفسكم يشتبوني أحرق عليكم يعني وليه والفيلم هذا كان مفروض ينزل منه جزء ثاني من زمان كان مفروض ينزل بس استمروا في تأجيل وتأجل تأجل تأجل أكثر من مرة وبعدين أتلغى الظاهر معاد في أي خبر عنه حتى من آيم دي بي كذا شالو واو معاد وموجود الجزء الثاني طبعا الجزء الأول موجود ما في شيء أما في العام 2014 شارك براد بيت في فيلم فيوري فيلم حربي مجنون للأمانة عن دبابة الغضب وقائدها المخضرم ومجموعة المحاربين اللي فيها وعن رحلتهم المميتة خلف خطوط العدو لا يفوتكم لو تحبوا الأفلام الحربية مرة ممتاز أما في العام 2018 شارك براد بيت في فيلم ديد بولة الثاني بس ما كان بطل ولا حتى ممثل مساعد ولا حتى ستونت مان كان دوره أنه يظهر لمدة ثانية واحدة بس في الفيلم وخلاص مع السلامة من جيد والله ما مزح يعني كانت حركة حلوة ومفاجأة جميلة من صناع الفيلم للجمهور أما في العام الماضي العام الجميل العام اللي اشتقناه والله في العام 2019 شارك في فيلم وانس ابونا تايم ان هوليوود للمخرج تارنتينو ما رح أقول لكم أنه هذا الفيلم مرة قوي ولا رح أقول لكم أنه مرة واو بالعكس الفيلم كان صدمة نوعا ما لمحبي المخرج تارنتينو هو الفيلم ماهو سيء للأمانة بالعكس والله تابعته مرتين مرة الحالي ومرة مع واحد من الشباب ولكن الفكرة أن الناس ما تعودوا على هذا النوع من الأفلام من تارنتينو فاهمين عليها تارنتينو دائما أفلامه كذا فيها دموية وأكشن وهياط وتفجير وحوسة وهذا الفيلم كان مختلف إلى حد كبير عن باقي أفلام ومرة مختلف ولكن بنسبة كبيرة وللأمانة يا جماعة أداء براد بيت وليناردو ديكاوريو في هذا الفيلم كان مرة بطل وترشح ثنينهم للأوسكار عن أدوارهم في هذا الفيلم وفاز براد بيت بجائزة الأوسكار الأولى والوحيدة له في مسيرته لا يا وجيه أخذ الأوسكار قبلها عن فيلم 12 سنة عبودية صحيح أخذها بش كان منتج وليس ممثل هذه كانت تقريبا أهم الأفلام اللي شارك فيها براد بيت وإذا في أفلام ثانية تعرفونها وأنا ما ذكرتها تأكدوا أني ما تهبعته أو أنه سقط سهوا أو أنه ما عجبني في النهاية أنا إنسان يا جماعة أماني هارد ديسك ما أقدر أشوف كل الأفلام اللي في العالم لذلك يا أحبايا بقلبي أنتم شاركوني أفضل أفلام براد بيت بالنسبة لكم في التعليقات ولا تنسوا الإعجاب في الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات علشان توصلكم فيديوهاتي أول بأول تابعوني في السواشال ميديا علشان التصويت الجاي مين نتكلم عن مين باي